السلام عليكم ورحمة الله ورحب بكم أعزائي الطالب في محاضرة جديدة اليوم نكمل موضوع الجندر أتمنى تشترك بالقناة وترسل هذه الروابط إلى أصدقائك حتى يستفادون من هذه الفيديو إذا أشوفوا التفاعل من عدكم أكيد رح نكمل وما رح نتوقف هنا عدنا الجندر اللي هو النوع نوع الاسم أو اللي هو الأسماء اللي يأخذناها رح نتحدث على أنواعها أو رح نتحدث على الجندر يعني النوع ذكر ما أنت ذكر وأنت يعني نيج هسني جاء أولا الماسكلن طبعا باللغة الإنجليزية الأسماء أكو فتشي اسمه ماسكلن ماسكلن اللي هو المذكر اللي هو الميل نفسه ماسكلن أو الميل ماسكلن مذكر أو الميل نفسه اللي هو مين بويز أولاد يعني أي شي اسم مثلا هي هو وإلى آخره هذه معناها أنا أطلا علي هذا ماسكلن سميه ماسكلن يعني اسم مذكر عندنا يعني الفيميل الفيمناين اللي هي الامرأة يعني الأنثى اللي هي الومن فتيات هذه هي كلتها نسميها إحنا في ميل الأنثى إذن حسب الأسماء الأسماء باللغة الإنجليزية حال حال أي لغة بالعالم عندنا مذكر وعدنا مؤنث وهذه أمثل على المذكر وهذه أمثل على المؤنث وعدنا يعني بعض الأحيان أكو ضمائر تكون الحالتين مثلا عندك يعني مثلا تكون ذي الذي ممكن تكون مذكر وممكن تكون مؤنث يعني إذا قلنا مثلا مثلا بوكس كتب رح نقول ذي إذا نستبدل البوكس نستبدلها بذي إذن هناك حالة ثالثة اللي هي تشمل الأثنين تشمل الأثنين نجي أيضا عندنا يعني عندنا الحكسبشنز بعض الاستثناءات اللي هي مثلا عندنا كلمة يعني أكو عندنا بعض الحالات الخاصة يعني مثلا عندنا مرات السفن سيارات سيارة والسفينة يعني مرات تعتبر مذكر مرات تعتبر مؤنث في الغالو هي تعتبر مؤنث طبعا هنا عندنا شب السفينة هنا قال هير يعني اعتبرها مؤنث سكوتلند يعني سكوتلندا قال هير يعني اعتبرها مؤنث إذن مرات يعني حسب الكاتب وحسب الفكرة اللي يريد ينقلها يعني فهي السفينة وسكوتلندا يعني اعتبرها يعني مؤنث فهذا هو المقصود وهذا الكلام هنا عدنا مجموعة من الصيغ دينا لازم ينحفظا شون المعاكسات البوي عكسها غير يعني وإلى آخر يعني ذنب لازم نحفظا ذنب لازم نحفظا يعني المذكر والمؤنث ذنب لازم تحفظها نجي ننتقل إلى شغلة أخرى أن هناك أسماء باللغة الإنجليزية يمكن أن تكون مذكر ويمكن أن تكون مؤنث اللي هي مثلا الكوك طباخ الطبيب ممكن أن تكون مؤنث يعني إذا أقول دكتور بمعنى أنا أقول دكتور ودكتور تنين أتم teacher هم مذكر ومؤنث نفس الحال وكذلك نفس الوقية الأخرى يعني host actor يعني تكون اثنين ولكن ولكن أكو أيضا استثناءات أيضا اللي هم شنوه مثلا assistant يعني هذا المساعد هذا هم ممكن يكون مذكر ومؤنث ولكن عندنا بعض الأحيان مثلا عندنا كلمة actor يعني مذكر مؤنث actors host شوف هذه hosted إذن أكو حالات خاصة حتى ما أصير عليك host خلي أعيدك الفكرة هنا عندنا كلمات مذكر واحد ومؤنث واحد هنا عندنا هاي الكلمات اللي هو منطيهن أمثلة ذني اللي شوفونهن واحد ثنيا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع سبع كلمات ذن اللي تكون للمذكر وللمؤنث وهنا عندنا كلمات actor لازم ينحفظن كلن وعدنا هذن الكلمات اللي يكونون مرة مذكر مرة مؤنث حسب السياق ماليتم بتغيير بسيط في الكلمة كذلك عندنا هذن حسب التغيير اللي يكون البسيط مثل ما تشون فهذا هو التغيير البسيط اللي راح يكون كذلك عندنا يعني موضوع الحيوانات الأليفة طبعا الحيوانات الأليفة مرات تكون اكو يعني هي كلمات مذكر اوكو كلمات هي مؤنث شوف تايقر هذه مذكر شوف مؤنث شوف وازال لول ايه كذلك عندنا مثلا عندنا الى لائن ويشوف المؤنث كذلك عندنا مثلا داوج كذلك عندنا الكوك والهين والى اخره فتشوف هنا اكو فرق وظيفتك انت حاليا شنو اللي لازم تسوي نصيحتي الك انت بهذا الوقت الحالي انه تجي تحفظ شك و كلمة هي والقاعدة مالتها يعني مثلا يابا ذني اخليهن بجدور وحدهن ذني يكونوا للمذكر و للمؤنث البوي مذكر قيل الفتاة ذني نعرفهن يعني مثلا هسبند هي زوج رجل يعني وايف امرأة سن ولد دوتا فتاة يعني ذني لازم نحفظهن وتعرف استخدامهن و كذلك لا تنسى انواع الجندر ذني و الحالات الجندر ايضا لازم تحفظنا وتحفظ بعض الاستثناءات يعني شكوشي اليوم قلت لكم علي و اشرت لكم علي لازم ينحفظ هذا هو يشرح موضوع الجندر اي سؤال او استفسار احنا حاضرين و رح احاول ان ازلكم نماذج اسئلة ان شاء الله بالمحاضرات الجاية